وينضم إلينا مباشرة بغداد المحلل السياسي والخبير الأمني زياد العرار ليطلعنا على أخر التفاصيل والمزيد من التحليلات حول هذا الموضوع زياد مرحبا بك أستاذي إلى نشرتنا هذا المساء يعني بداية هناك من يقول أن العلاقة الأمريكية العراقية تدهورت طيب هل العلاقة هشة لهذه الدرجة بين البلدين بحيث يمكن أن تتدهور برأيك بأي لحظة مساء الخير أستاذ معا والمشاهدين الكرام تحياتي الخالصة الحقيقة أن العلاقة ما بين واشنطن وبغداد بدأت بالتدهور بان تشكيل الحكومة الأخيرة حكومة السيد عادل عبد المهدي وازدادت هذه العلاقة بالانجرار نحو السالب في مستوى العلاقات بمضي الأيام حتى وصلنا إلى الاستهداف العسكري الأمريكي للجنرار القاسم سليماني على الأراضي العراقية في مطار بغداد والحديث عن أن هذه العلاقات هشة هي ليست هشة لدينا اتفاقيات كبيرة مع واشنطن اتفاقية التعاون الاستراتيجي المتعددة المحاور إلى أحد عشر محورا يشمل كل شيء الأمن والدفاع والثقافة والتطوير والبنى التحتية وكل المحاور التي تبنى عليها الدول لكن طبيعة العلاقة ما بين القوى السياسية التي صدرت المشهد في هذه الدورة والإدارة الأمريكية بالمتمثلة بالسيد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كانت غير متناغمة حتى أن السيد عادل عبد المهدي لم يستدعى أو لم يتوجه له الدعوة لزيارة واشنطن وواضح أن الأمور كانت تذهب بالاتجاه الغير جيد على مستوى العلاقات نحن الآن على مفرق طرق مفرق طرق ما بين بغداد وواشنطن يجب أن تكون هناك حكمة من الطرفين يجب على الإدارة الأمريكية أن تراعي أنها هي صاحبة العملية السياسية في العراق وهي التي جاءت بكل القوى السياسية الموجودة أو أغلبها حتى لا يزعلوا كلهم أو أغلبهم جاءت بهم من المشهد السياسي وعملت معهم أعطى التريليونات من الدولارات وأعطى الدماء مثل ما أعطى العراقيون كذلك الدماء والأموال وبالتالي لا يجب أن تتهى هذه العملية السياسية أدراج الرياح وعلى القوى السياسية العراقية أن تعي أهمية ودور واشنطن في السابق وكيفية وصول العراق إلى هذه المرحلة وما يحتاجه البلد في المرحلة المقبلة وخصوصا من الحليف الاستراتيجي واشنطن طيب أستاذ زياد بحسب المعلومات الواردة فإن الجيش الأمريكي الذي انسحب يوم أمس واليوم انسحب من المناطق الشيعية وأعتذر إذا كنت سأتكلم بهذا المنطق الشيعي وسني ولكن هذا واقع الحال في العراق انسحبت من المناطق الشيعية وتحولت إلى المناطق السنية والكردية هل في ذلك مدلولات برأيك؟ مجسات الخطر على الوحدات العسكرية عندما تحددها الإدارة أو القيادة العامة فهي تقوم بإجراءات روتينية من هذه الإجراءات عمليات السحب والمناورة لتأمين قطاعاتها سيما إذا كانت هذه القطاعات بعيدة عن المركز أو مركز القيادة وبالتالي عملية التغيير في النقل وهي عملية تحصل في كل الجيوش لكن بالتأكيد لها مجسات ودلالات خاصة على أن هذه القوات تخشى التعرض لهجمات من قبل الفصائل المسلحة والفصائل المسلحة جادة بمهاجمة هذه القواعد وهي تمتلك أسلحة كثيرة وصواريخ وبالتالي لا تريد واشنطن أن تقع هذه القواعد أو هذه القوات في مصيدة نيران الفصائل المسلحة لذلك تقوم بالمناورة ولو كانت غير واشنطن قامت بنفس الفعل القوات العراقية كانت تناور وما زالت هذه إجراءات عسكرية لكن طبيعة العلاقة المتشنجة الآن ما بين الحكومة العراقية والقوى السياسية وواشنطن تجعل من واشنطن تأخذ الحيطة والحذر بأن تقوم بإجراءات قد تفسر هنا على أنها انسحاب وقد تفسر من قبل الحكومة العراقية على أنها تخلي قد ترى بغداد أن هذه القوات تخلت عن مهمها الموكلة لها لذلك أنا أدعو وأقول أننا نتوقع أن يكون هناك حوار جدي وبناء وفعال بين الطرفين سيما بعد انتهاء ثورة الغضب العاطفي وثورة الغضب التي خلفها استهداف الحاج أبو مهدي المهندس وجنرال سليماني ومن كان معهم من المقاتلين في بغداد وبالتالي أدراج ومباحثات وفايلات الحوار العلمي والحوار العقلاني يجب أن تكون موجودة وحاضرة في الساعات المقبلة طيب أستاذ زياد هناك من يعتقد أن القوى السياسية الشعية الموالية لإيران في البرلمان عززت من الانقسام في المشهد السياسي وبالتالي أخذت هذا القرار منفردة بمعزل عن القوى السنية والكردية وهناك من يتحدث أن هذا الانقسام بين القوى السنية والكردية والشيعية سينتهي إلى كانتونات ربما سيعزز من حالة الانقسام الحاصلة في البلد باختصار لو سمحت هو الانقسام موجود منذ سنوة ولكن بالتأكيد القرار الذي اتخذ في البرلمان هو قرار بشيعي وحتى التصريحات التي رأيناها والفيديوات لرئيس البرلمان والقيادات السياسية تؤكد ذلك نعم هو القرار التخذ على هذه الصيغة وعلى خلفية استهداف سليماني وبالتالي أنا أقول لك نحن مقبلون على مشكلة وواشنطن جاد بما وعدت به وحتى مؤتمر الصحفي للسيد بومبيو قبل قليل يتحدث عن تطورات في المشهد تجاه إيران بالتالي هناك مخاطر حقيقية على العراق نتمنى أن تعي القوى السياسية سواء كانت سنية أو شيعية أو كردية خطورة الموقف وتتخذ إجراءات تخدم مصلحة البلد وتضمن سيادته بما يتناسب مستقبل أبناء هذا الشعب شكرا جزيلا زياد العرار المحلل السياسي والأمني كنت معنا مباشرة من بغداد